قبل تناوله كغذاء، كان الشبت يستخدم للأغراض الطبية. اليوم يمكن استخدامه في العديد من الوصفات في المطابخ. هذا النبات، الذي يوفر فوائد لا تصدق لأجسامنا عند استخدامه كمكمل غذائي بالقدر والوقت المناسبين، مفيد لجميع المشاكل الفيسيولوجية تقريباً. ما هي فوائد استهلاك الشبت؟ دعونا نفحصها معاً. يمكنك الاشتراك في قناتنا مجاناً دون الذهاب إلى المزايا. نحن هنا مع فيديو إعلامي جديد كل يوم. ما هي فوائد تناول رشة شبت في اليوم؟ الهموسيستين هو حمض أميني يقاس في الدم. عندما تكون هذه المادة عالية في أنسجة الدم فإنها تهدد الأوعية الدموية وتمهد الطريق لأمراض القلب. فيتامين بي 9 في الشبت يحيد الهموسيستين الزائدة ويحمي أنسجة الأوعية الدموية. من ناحية أخرى، فإن الشبت غني جداً بالمعادن التي لها وظائف مهمة مثل موازنة كمية السكر في الدم. يأتي تأثير خفض نسبة السكر في الدم لهذه المغذيات من المركب النباتي حمض الفولي. في الوقت نفسه، عندما يتم استهلاك اللب، تتضخم المعدة وتطول عملية الهضم. إن احتواءه على نسبة عالية من البوتاسيوم والفوسفور مهم جداً للوقاية من مرض السكري. هذه المواد فعالة في تكسير البروتينات التي تسبب تحمل الجلوكوزي. كما تعتبر هذه العشبة مصدراً جيداً جداً للألياف التي تساعد على هضم الطعام. بفضل محتواه العالي من الألياف، فإنه يوفر التغذية للبكتيريا المفيدة، وهو أمر مهم جداً لصحة الأمعاء. بفضل المركبات النباتية التي يحتويها، فهو يساعد على تحييد الأحماض التي تسبب مشاكل في المعدة مثل التهاب المعدة. يعد استهلاك الشبت بانتظام أحد أسهل الطرق للحصول على كميات عالية من المواد الحافظة ومضادات الأكسدة في الجسم. تساعد هذه المركبات الجسم على محاربة الأمراض البكتيرية عن طريق تنشيط الخلايا المناعية. المواد المضادة للالتهابات الموجودة في الشبت تنبع من تهدئة الحلق وتخفيف السعال. يحفز فيتامين سي العالي فيه إنتاج خلايا الدم البيضاء، التي تشكل أجساماً مضادة تحمي جهاز المناعة في الجسم وتخلق جداراً دفاعياً قوياً ضد البكتيريا. من ناحية أخرى، فإن السيلينيوم والفوسفورة الذين يحتويان عليهما من المواد المضادة للسرطان. هذه المواد المضادة للأكسدة التي تحتوي عليها تقوي جميع أعضاء وأنظمة الجسم على المدى الطويل من خلال محاربة الإجهاد الخلوي المسؤول عن تكوين السرطان. إذن ما هي أضرار الشبت؟ بعد إذ بدأ، يتميز اللوبول موجود في الشبت بتنظيف الجهاز المعوي والمعدة والجهاز الهضمي. ومع ذلك، عندما يتم استهلاكه بكمية كبيرة، فإنه يؤثر سلباً على جهازنا الهضمي. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الشبت من بين المواد المستخدمة حالياً في عالم الصحة. لذلك، لديه القدرة على التفاعل مع بعض الأدوية. استشر طبيبك قبل تناول الشبت بانتظام، خاصة إذا كان لديك أدوية تحتاج إلى استخدامها باستمرار. إذن ما هي الكمية التي يجب استهلاكها من الشبت؟ استهلاك الشبت على فترات منتظمة مهم جداً. استهلاك قليل من الشبت كل يوم سيزيد من مستوى صحتك. في ضوء هذه المعلومات، يمكنك إضافة الشبت إلى نظامك الغذائي والاستفادة من فوائده طويلة المدى. إذا أعجبك الفيديو الخاص بنا، فلا تنسى إبداء الإعجاب والاشتراك في قناتنا إذا لم تكن قد اشتركت بعد. ابقى على ما يرام، ابقى على الطلاع.